التغذية البصرية بالذكاء الاصطناعي اشي او جزء يعني لا يتجزأ من التغذية البصرية الموجودة في التصميم احنا كدزاينرز لما بدنا نعمل لوجو بدنا نعمل براندينج بدنا نعمل حملة اعلانية منغذي بصرنا بالبداية بنتفرج منشوف عينات عملوها الدزاينرز التانيين منشوف اعمال عالمية او محلية حتى انغذي بصرنا اكتر ونشوف عينات ومغططفات عن المشاريع فعليا بالذكاء الاصطناعي هذا اللي بصير كمان نفس الاشي ليش وكيف لانه فعليا الستايلات بالذكاء الاصطناعي اشي كتير كتير كبير صعب احصائه وصعب انك انت تعرف شو الستايل اللي انت بدك اياه بدون ما تغذي بصرك اذا تغذية البصر بالذكاء الاصطناعي شيء جدا مهم اكسبلور موجودة هون عشمالي في المتجرني اكسبلور بتفرجيك عينات بتفرجيك تصاميم بتفرجيك برومز او مقترحات وتخيلات عملوها الناس اللي قبلك او الناس بشكل عام اللي بتستخدم ميتجرني هنا انت بتتفرج وبتشوف انواع الستايلات بناء عليها انت ممكن تختار او تحب ستايل معين حتى تغذي نظرك فيه كيف يعني على سبيل المثال وانت بتقلب مثلا فشفت ستايل معين وانا نفترض هذا الستايل مثلا لما تيجي تطلع هون على اليمين تصير تشوف ايش البرومت المكتوب ايش طبيعة هذا الستايل ايش كاتب الحدا اللي طلع هذا او هذا التخيل او هاي النتيجة اذا افهم من هيك انه كل الطلبات اللي كاتبينها او كل المدخلات المكتوبة من قبل الناس موجودة قدامك ومفتوحة اذا انت بتكبس على اي ارتورك بالذكية اي اشي عجبك بتكبس عليه وبالتالي هنا هيطلع لك انه شو هذا الستايل او شو كاتب الشخص اللي طلب هذا التصميم حتى لما بشوف هيك بشوف صورة واقعية مثلا خارقة يعني واقعية بشكل خارق ليش وكيف لانه فعليا هون كاتب انه بده الصورة تكون نيتشر رياليستيك وبالتالي هي حقيقية زائد انه كاتب هون انه بده الكاميرا بسوني اف اي مية واربعمائة ميلي واو يعني هو كاتب حتى اعدادات العدسة واعدادات الكاميرا اللي بده اياها اذا افهم من هيك انه انت بتطلب النتيجة اللي بدك اياها وبناء عليها هو بيعطيك النتيجة سواء انت طلبت اشي كأنه يكون مرسوم رسم انه game art مثلا ولا تطلب اشي مثلا يكون realistic او nature الحلو بالموضوع انك انت ممكن تيجي من عند السيرج من هون وتيجي تحكيله انا بدي مثلا art على سبيل المثال هيطلع لك من هون لوحات فنية او مرسومات بهذا الشكل الان انت الفكرة مش بس انك تغذي نظرك الفكرة انك انت ممكن تنسخ هذا الاسلوب كيف انا مثلا هاي الصورة عجبتني على سبيل المثال او هاي الصورة مثلا وحابب اني امثل رسمة ثانية فيها باسلوبها تمام لو كتبت هون مثلا على سبيل المثال بيكاسو مثلا وحنا بنعرف انه بيكاسو هو رائد الحركة التكعيبية او رائد الحركة الهندسية التكعيبية فعليا من الحركات الفنية انا ممكن اجي اكتب من هون مثلا بيكاسو او art of بيكاسو فعلا هاي الرسمات رسمات بيكاسو هي فعليا من الذكاء الاصطناعي ولكن وين الموضوع الموضوع انها بستايل بيكاسو واو يعني انا بقدر اني انا ارسم او اعمل اي لوحة واقرنها بستايل بيكاسو نعم انت على سبيل المثال روح على جوجل وخلينا هنا مع بعض نسوي هذا الاشي انا رح افوت على جوجل واشوف لوحات بيكاسو العالمية يعني هاي لوحة بيكاسو الفعلية لوحة خصية هاي هاي لوحة اسمها royal caribbean cruises وبالتالي هاي لوحة لبيكاسو حقيقية موجودة في معرض الفون وما الى ذلك الفكرة تبعتي كيف انسخ هيئة هاي اللوحة واطلع فيها ع سبيل المثال tiger نمر مثلا او فهد او طفل او whatever اي اشي من مخيلتي بسيطة خلينا نشوف هذا الاشي كيف ببساطة انا بسيف هاي الصورة اما بعملها save as او بروح من الويندوز بعملها screen shot علشان تعمل screen shot بالويندوز بتكبس اشارة الويندوز على الكيبورد مع shift مع حرف الاس من screen shot وبالتالي بتيجي بتعمل screen shot على الجزئية اللي بدك اياها من الشاشة الان ببساطة وانت بالمجرني بس بتيجي من عند اللي prompt من هون وبتعمل control v وبالتالي عمل based للصورة اللي انت بدك اياها وعطاك اياها هون انا شو بدي احكيله هون عطاني يا جماعة تلت كبسات هنتعرف عليهم واحدة واحدة احنا الان بالكبسة الاولى اللي هي use this style انسخ هذا النمط جيت من هون حكيت له بدي مثلا اه مثلا angry tiger وعشان اوضح له زيادة بدي احكيله مثلا اه art of بيكاسو خلينا نشوف ايش النتيجة اللي ممكن تطلع ولكن خليني اروح على الparameter بالبداية واحكيله اني انا بدي الصورة تكون مربعة على سبيل المثال قدرة التخيل متوسطة 500 اكيد رو والان عملت enter حتى يولد النتيجة واشوف ايش ممكن يطلع معا tiger باسلوب بابلو بيكاسو لما باجي بتطلع عليها بلاقي فعلا هي نفس وحي لخطوط نفس طريقة الرسم نفس ضربات اللي برش يعني انا بشوف هاي النتيجة افضل للرسم التكعيبي بشوف هاي اقرب واقوى طبعا العينة اللي انا عطيته اياها هي وبالتالي هو استخرج منها هاي العينة طبعا انا يا جماعة ممكن اجي احكيله اني انا مثلا ما بدي الوان حمرة او بدي الوان مثلا اه الورنج مثلا فانت بتقدر تخصص اكتر شو دخلت تفاصيل اكتر بالبرونت شو بيعطيك نتيجة اقرب للاشي اللي انت بدك اياها عجبتني هاي اللوحة وزي ما احنا عارفين فوسيفساء موزيك ويندوز شفت محرف الاس وباجي بعمل سكرينشوت عن اه الديزاين او الصورة او اللي بدك اياها بتروح عن متجرني تعمل كونترول في بيست حتى ينزل الستايل هون تكبس على الايكون تبعت الستايل وبتحكيله شو اللي بدك اياها على سبيل المثال انا بدي مثلا بستايل الموزيك هذا يطلع لي مثلا اه اه على سبيل المثال ام حضنة بنتها مثلا ماذر هاق هير دوتر لوف فيلنج الحلو انه المتجرني كمان بقرأ الشعور يا جماعة يعني انت لما توصف له شعور بحاول يعطيك ايحاء بالشعور اللي انت بتوصفه يعني ممكن تحكيله لوف فيلنج مثلا ممكن احكيله كلوزينج ايز مثلا حتى اوصف له يعني شعور الحب بشكل ادق الآن خلينا نشوف النتيجة اللي بتطلع ولكن هون بدي اتأكد اني انا مش على الامج ريفرنس انا على الستايل ريفرنس الستايل اللي بنص كمان شوية بنشرح عن التانين يعني اللي طلعت نتيجة حلوة بس انا بعتبرها غلط يعني لانه انا بدي اياه كان يرسم لي رسم بالموزيك مش يطلع لي صورة ويطلع لي الخلفية موزيك طبعا ليش هذا الخطأ؟ دايبا الخطأ يا جماعة مش من الذكاء الاصطناعي نفسه الخطأ بيكون من طريقة المدخلات يعني انا لما دخلت هذا المدخل حكيت له هج هير دوتر رد علي هاي وعطاني بالتفصيل ولكن انا المفروض حكيت له انه المذر والهير دوتر يكونوا ايش يكونوا ارت اف موزيك وبالتالي لازم اوضح هذا الاشي اذا انا راح احدد الاماجن فيلد بالفراغ واكبس سهم لفوق حتى يطلعني على الامر الماضي تمام من هون عندك لوزنج ايز راح اجي احكي له مثلا موزيك ارت بالبداية هاي مثلا موزيك ارت فور ماذر هج هير دوتر لوف فيلنجز كلوزنج ايز من هون ممكن احكي له كالورفول مثلا موزيك باعتبر هاي النتيجة يعني جدا رائعة صراحة وباعتبر قيمة المدخل مية بالمية هذا الاشي اللي بديها هلأ هاي النتيجة شوية بعيدة مفيش هون دوتر مفيش هون دوتر هون في دوتر بس مش موزيك وبالتالي هو بحاول المتجير ليعطيك اكتر من اقتراح بحيث انك انت تشوفي يعني شو المناسب وتختار ولكن انا هاي العين اللي عجبتني باجي منها وبعمل انه انا بدي ممكن اعمل التنتين على فكرة حتى يولدلي نتائج قريبة من هذا الاشي خليني اعمل مثلا خليني نشوف كمان عينات طلعا نوعلي اكتر بطريقة الشعر بالفيس بالاتجاه بالمنظور حسيت هاي الصورة مثلا مناسبة فحاب اعملها اوب سكيل طبعا موزيك رائع جدا نقش رائع تكستر كتير حلو ولسه لما اعمل اوب سكيل كرياتف حيعطيني تفاصيل اكتر ويعطيني دقة رائعة جدا في التكستر والخامة النتيجة بعتبرها صراحة مذهلة بعتبر انه فهم علي بنسبة 100% وطلع النتيجة المطلوبة بالجودة المطلوبة بناء على حتى الوان قطع الموزيك اخذها بعين الاعتبار وبالتالي صراحة نتيجة جدا مرضية ترجمة نانسي قنقر